ذكرتني بفيديو انت طلعته عن خلاص الموضوع كانت انه في لبنان مياس وفي لبنان سلم يمهدي وهيدا الفيديو كتير سبب جدل خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعتد اخر الفيديو انت قلت انه كتير سهلة او نحن رح نكون متوجهين للبنان مياس اللي هي كلمة العالمية فريق الرأس فريق الرأس اللي طلع علي اميريكوز قاتل انت ربح لجولدن بازر هلأ صار بالفاينل او سلم يا مهدي وين عندك اذا بدك نشيد عسكري ايراني عم بيغنوه مش بس يعني جنود حزب الله بس كمان ولاد عم يصير في اندوكترناشن وعم يبكو الولادي بس بعتد ان اللي بدي يعني احكي عنه هو هل انت بتعتقد الحياة هل قدي بلاك او وايت انه او مياس او محور ايراني بحال حزب الله اكيد يعني it's black and white لك انا ما بقى ما بقى عند I'm too old for this shit I'm too old for this shit اللي هي compromise مش compromise يعني اتعايش انه مش ضرور يكون في هالبلاك او وايت سيناريو لانه هو مش ترك لك محل هو هو رايح يعمل عملية سطو منظمة على كل مفردات اللي اللي عليها بحياتك يعني بدال المتحف اللي بتاخد بدال اللوفر بده ياخدق على مليتا بدال ما تروح تحضر مياس بده ياخدق سلام يا مهدي بعدين اتطلع على الحقيقة انا انا شوكت عم اقول سلام يا مهدي ما بتمثل اللبنانيين لان هو كان طارح النقاش اللي عم بقول مين بيمثل ومين ما بيمثل ونحنا بيمثل ومين قلق لبنان بيمثلك يا حبيبي اتطلع على فرطلي جمهور المياس طائفيا متنوع طبقيا متنوع مناطقيا متنوع اللي بيتفقوا على المياس وعلى دعم هذه الفرقة وجهودها بل كي يختلفوا على السياسة الاقتصادية والسياسة الطبية والجامعات واي لغة منستعمل واللي بدكي فاين بس هالدايفيرسيتي موجودة بتروح لهنيك صبي وحدة مش انه بس يعني بتكون مسلم وشيعي بتكون مسلم وشيعي ومؤمن بولاية الفقية وبدك تحجب ولادك شو قلنا علاقة نحنا بل بس قافية شو قلنا بوينة شبهنا شو قلنا علاقة فيها كم واحد برات الاندوكترينيتد بيبل كان وبرضو أنا أنا مؤمن بالتعدد أنا معندي مشكلة اهم معندك مشكلة يكون فيه أنا معندي مشكلة ابدا بأنه حتى لو جاري او بمدرسة ولادي او نحن نتحدث بلدنا ونحن نتحدث بلدنا وكل واحد عنده قناعاته. مشكلتي ان الخطاب عسكري ويمجد قيادات عسكرية لا يتعلق بالبلد. بدأ من قاسم سليماني وصولا لعماد مغني. يا خي عماد مغني لبناني مختلفين معه بالسياسة ترك لي يا عجلة. ما يتعلق بقاسم سليماني؟ انه هذا مش نشيد عقائده بيعبر عن ايمان مجموعة انا مضطر احترمها. شو ما كان رأيي بالايمان طبعا مثل ما بيحترم ايا عقيدة اخرى وايا فكرة اخرى. فانا ما عم ناقشه بشيعيته او بمهدويته او بيستفيل. ما في عنصرية بيحكي. لا استفيل يقامن بالليبو ان شاء الله بيقامن بحجر شو فرقة معي انا. بس اذا بيقامن بحجر والحجر لازم كل الوقت يضربني فيه عراسي. لا بدهوا يسمحلي هو و ايمانه والحجر طبعا. انا ما عندي مشكل بالمهدي عندي مشكل بقاسم سليماني. مراحب اذا عبيدو ده الكليب فيكن تعملوا لايك على الفيديو و تعملوا و سبسكرايب على شانل تبعنا هون. واذا تحضروا سرد الكيميلة فيكن تحضروا هون.